لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله الأصنام لا تستحق أن تعبد لأن مخلوق حجارة حتى البشر لا يستحق أن يعبدوا لأنهم خلق عباد يموتوا إي至于人不論 gì都要受到崇拜 他最终告诉他 الذي يستحق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى إبدأوا لأنه هو خالق ورازق وهو سبحانه وتعالى خلق الخلق فكيف نعبد أحجار أو أشجار أو شمس أو قمر نعبد الملك الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى